فالدكتور لو تحدثنا عن شيخ الإسلام تاج الدين السبكي علم من الأعلام فماذا يقول فالدكتور عن مشروعه التجديد؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولا الشيخ عبد الوهاب ابن علي ابن عبد الكافي السبكي هو ابن تقي الدين السبكي المولود في سبك المصر هنا في المنوفية سبك الأحد وسبك العويضات وكذا إلى آخرين في السبك فهو منسوب إلى سبك هذه القرية وهو تربى في الشام لأن أباه تقي الدين هاجر إلى الشام ولد عبد الوهاب الشهير بتاج الدين ابن تقي الدين تاج الدين السبكي ولد سنة 727 يعني ابن تيمية مات بعده بسنة 728 لأنه كان فيه أحداث كثيرة ما بين أبيه تقي الدين وما بين ابن تيمية لما تولد تاج الدين كان يعني لما مات ابن تيمية كان تاج الدين عنده سنة تاج الدين تعلم على يد الإمام الذهبي الإمام الذهبي ده كان عالم كبير جدا وفريد ولكنه أيضا تعلم على أبيه اللي مات سنة 756 اللي هو تقي الدين لكن عبد الوهاب مات صغيرا وأنتج في هذا العمر القليل الكثير من الكتب ومن المشاريع التجديدية كما سنر مات 771 يعني عنده 44 سنة ف44 سنة ده يعني كهل ما هو لسه ما دخلش في دور الشيخوخة أو في دور يعني الهرم الهرم أو كده إلى أخير مارضة فمات شوف ربنا نجاه من طاود 749 اللي هو الوباء الأسود الكبير لكن سبحان الله أجل جه فيه 771 وهو عنده 44 سنة الرجل ده عمل لنا حاجة يعني ولد بها علما جديدا وهو معرفة تاريخ المذاهب من خلال علماء وهو مؤلف الكتاب المات الكبير طبقات الشفعية ومن خلال هذا لما نقرأ ما كتبه هو لا يقتصر على أن متى ولد هذا الإمام ومتى ما مات من تلمذته من أساتذته ما كتبه ما رحلته في طلب العلم لا لا يكتفي بهذا بل يأتي ببعض المسائل التي تفرد بها أو ببعض المسائل التي كانت محلا للنقاش والإضافة وكذا أو بعض المسائل التي تعد من الأفكار الجديدة وهكذا الكتابة بهذه الطريقة في باب التراجم أو باب التاريخ الأفراد هي كتابة تجديدية نافعة لأنها نفعتنا بقى الغاية النهاردة الغاية النهاردة هناك مسائل علمية عجيبة نأخذها من طبقات الشفعية أين توجد هذه المسألة؟ هذه المسألة نقرأ كتب الفقه لا نجدها نقرأ كتب التاريخ لا نجدها نقرأ كتب العقائد لا نجدها فمن أين هذه المسألة؟ هم نلاقيها موجودة في طبقات الشفعية وإذن ده بيعمل لي حاجة وهو أنه بيبني لبنة من مشاريعنا التجديدية وبينقل المسلمين نقلة حضارية نقلة تجديدية إلى الأمان بيخطو بي خطوة حيث إنه أضاف إلي ما لم يكن هذه طبقات الشفعية وفيها من علوم الكلام ومن علوم المنطق ومن علوم اللغة ومن علوم الفقه ومن علوم الأصول ومن علوم شتى منها الأخلاق وكذا ما الله به علم كله ده فعلاه الولد الصغير ابن تقي الدين اللي هو تاج الدين السبكة عبد الوهاب ابن علي ابن عبد الكفر الفريد بحرك يعني تفضلت واستخدمت لفظة الولد يعني تصغيرا في السن في البدايات لا علشان إحنا عندنا الولد وعندنا الأب مظبوط أي الولد والأب والأب والإتنين من كبار كبار العلماء صحيح تقي الدين وتاج الدين عبد الوهاب رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه كان تتلمذة يعني تماما عن طريق الذهب لكنه كان إماما للأشعرية فلم يتوانى إطلاقا وده بيعلم الناس وده ما هواش موجود كتير لم يتوانى أن مع مزيد الاحترام لأستاذنا وشيخنا ومعلمنا الذهب أن ينتقده وأن يرد عليه وأن يحذر منه لأن الذهب ييجي عند علماء أصول الأشعر ويعني يتهون بيهم وهو بيترجم في سير أعلام النبلاء أو لو هو بيعمل كده يتكلم يعني بطريقة تخليك تقول يعني الشخص ده غير مرغوف فيه على الإمام الرازي أو على الإمام الجويني أو على ابن فورك أو مثلا على أبي الحسن الأشعاري نفسه وهكذا علمنا أنه لا إحنا ما يهمناش ومش هينتقص ذلك من أنه أستاذ وكبير وعالم ومحترم وأستاذي إنما احذر من النقطة دي حكم لما يكون دقيق يعني على علماء نعم يعني على حد من قال من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسن فقط محمد الهادي الذي عليه جبريل هبط يعني كل أحد يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر الشريف كما قال الإمام مالك في مثلي هذا إذن أنا أمام شخص بيعلم الناس كيف تكون أن الحق حق أن يتبع وأن الحق فوق الريال بالرغم من حبه وملازمته وتعلمه من الإمام الذهبي إلا أنه انتقده وبيّن جهة الانتقاد الإمام الذهبي كان على مذهب ابن تيمية وكان تقي الدين أبو التاج ضد ابن تيمية والجمهور جمهور العلماء في العالم الإسلامي كان ضد ابن تيمية فيما ذهب إليه فهو نصر الأشاعرة ونصر الأشاعرة حتى في المسائل الدقيقة تجدها أنه ذكرها في كتابه الطبقات لدست نحن نحن نحن